أفادت مصادر محلية بأن انفجارين وقع اليوم في مدينة حما عند المربع الأمني للنظام في ساحة العاصي أودت بحياة شخصين وأصابت آخرين وتبنى تنظيم الدولة الهجمات حيث أكدت وكالة أعماق إن مقاتلي التنظيم شنوا ثلاث هجمات وصفتها بالاستشهادية استهدفت مقرات للنظام قرب ساحة العاصي وللحديث أكثر ينضم إلينا عبر السكايب من حما الصحفي عبيدة أبو خزامة أهلا بك عبيدة بداية ما تفاصيل التفجيرات التي وقعت في ساحة العاصي اليوم نعم مساء الخير لك و لجميع المستمعين هزت وسط مدينة حما اليوم ثلاث انفجارات طبعا بالقرب من مبنى الحزب ومبنى المحافظة في وسط مدينة حما تسببت هذه الانفجارات بمقتل عنصرين من قوات النظام وجرح عدد آخرين أيضا أدت إلى انتشار الهلع في صفوف المدنيين وقام النظام مباشرة تلوى هذه الانفجارات بالتشديد الأمني داخل مدينة حما وقطع جميع الطرقات المؤدي إلى موقع التفجيرات طبعا أيضا تشديد الأمني شمل جميع مدينة حما خوفا من تفجيرات أخرى تلي هذه التفجيرات التي حصلت بعد ظهر هذا اليوم طيب عبيدة هل لحق بالمدنيين أي أذى أو ضرر جراء هذه التفجيرات؟ نعم سقط عدد من الجرحة في صفوف المدنيين في حين كان القتلهم من عناصر النظام أو من حاميث مبنى الحزب الذي وقع على مدخله التفجيرات طيب عبيدة كيف نستطيع أن نفسر هذه التفجيرات في هذه الأثناء تحديدا الثوار قريبون من مدينة حما وتنظيم الدولة تبنى العملية ومدينة حما تشهد تشديدا أمنيا للدخول والخروج منها كيف نستطيع تفسير هذا الأمر؟ نعم صحيح تزامن هذه التفجيرات مع تقدم الثوار باتجاه مدينة حما في ريف حما الشمالي وريف حما الشمالي الشرقي هذه التفجيرات تخدم بالدرجة الأولى عن النظام الذي يدعي بأنه يحارب الإرهاب طبعا المنطقة أيضا التي حصلت فيها التفجيرات هي منطقة أمنية بشكل تام وهي مغلقة كيف وصل هؤلاء الانتحاريين أو الاستشهادين كما وصفتهم وكالة أعماق إلى هذه المنطقة الخطيرة بالنسبة للنظام شكرا جزيلا لك كنت معنا من حما الصحفي عبيدة أبو خزامة شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك